اشتركوا في القناة تاجر للسيارات سواء كنت عن طريق الشراء ولا عن طريق مهارات البيع او عن طريق الاهتمام واصلاحات السيارات نشوف احنا ما عندنا شيء غير سيارتنا هذه اللي والله كل مرة ابغى ابيحها اتراجع صاحبنا هذا ما يقصر من الصباح احنا وظفناه كان هو هوملس وظفناه والان ما يقصر ما فيه اي شيء مثل ما انتم تشوفون من اول نظف تنظيفاته خمسمية دولار اوكي يستاهل محلنا الان اصبح يمتلك ميتين وستة الف ولكن عندنا فاتورة عالية ما ادلي والله خلوني اروح اشوف الفاتورة وبعدها نطلع للسوق ولا اش رايكم خلونا نطلع للسوق وبعدين نوريكم المميزات الحلوة والجميلة بهذه اللعبة المعلومية اللعبة هذه موجودة كذلك على الموبايلات بنفس الاسم تقريبا خلونا نروح للنايبر هود للجيران اللي عرضوهم بالشارع وصار الليل نشوف عندكم هنا ماني ايرنينك المكاسب مية وثلاثة واربعين الف هذا بالامس اليوم يا ترى معاكم ويش راح تكون مكاسبنا اكيد اليوم طبعا ما عندنا سيارات بيعنا السيارات بالكامل الرصيد اليوم ارتفع معانا ميتين وستة الف طبعا علينا فاتورة الفاتورة هذه راح تحتاج الى السادات خلونا نشوف ايش 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 الحادث شباب للبيع للبيع اوف 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 طالما عندنا فاتورة عالية فيفضل ان احنا نشتري اليوم ونكسب وبعدها نسدد الفاتورة اماما هذه السيارة السيارة الباب حقها ما انا عارف انتم حطين عليه زيت ولا ايش حطين عليه السيارة مضيفة بس خلني اقولها عيب لها السيارة والباب هذا مشكلة السيارة هذه ليه ليه السيارة السيارة دمرانع خلونا نشوف كم اول شي الموديل الفين واثنين وعشرين يا السلام احنا الان نقدر نشتري اي سيارة بخمسة وثلاثين يا حرام عليك القير مانويل اها ما فيه قيرات عادية الان اوكي خلنا خلنا مفاصلها يعني نقولها بثلاثين انا بتوقع طبعا ما راح تبيعلي بثلاثين ما هي مجنونة هي تبيع بثلاثين ها تبيعين لا تقول ما بيع ثنين وثلاثين لنا ثلاث محاولات تبيعين اتوقع بتبيع لا تقول غير رائك اشتر كيف تقول تب تشتريها باستعر هذا ولا يلا مع السلامة ما فهمت يعني وش قصتك انت والله بشتريها ها يلا خلاص في ميزة راح نوريها لكم وهي ان نرسل السيارة مباشرة الى المعرض بدون ما نقودها لانها لسه باقي عندي سيارات راح اشتريها اليوم بياكم اوكي خلاص راحت السيارة وين راحت الى المعرض متابعين الكرام لو كنتوا مهتمين بهذه اللعبة وحابين اللعبة هذي اتمنى ان شاء الله ما تنسون لايك واشتراك الغير مشتركين اللي شاهدونا لأول مرة وكذلك اه عطونا انطباعكم بتعليق لان التعليقات اتميزكم دائما على صفحة قناعتنا خلونا نشوف السيارة هذي بعد والله السيارة حلوة لكن فيها ضربات ياه ايش ذي المشكلة ايش المشكلة هذي السقف والشنطة معلش معلش ماما تقول لي تشتري ولا الله مع السلامة لا لا بشتري بشتري 2016 لكنها مكسرة السيارة 43 حرام عليك انا توني شاري سيارة عام 22 وافضل منها واجمل منها وبقى اقل منها سعر يعني ليش انتي متمسكة بالسعر هذا والكيلو ماشية 66000 تقول لي لا تقدق بربر علي لا تقدق تكثر علي كلام لا تهرج واجد طيب انا راح اعطيك سير 40 تقول لا كلا ما راح ابيع لا اتركها تقول بكيفك روح مع السلامة يلا ضف وجهك تقول عاد اضف وجهك باللغة هذي تجيبها تقول ما راح ابيع ترا انا رجال شراي ايه الرابع اش عندكم حفلة ولا ايش ماتي والله تبيع 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 انا متورط في الزحمة تبيعين تبيع انا صادم اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طبعا مو ما حاطي الاسم لكن اتمنى ما يضربنا بالسعر اليوم شو اني ما شريت السيارة الدمرانة 2010 الاودي يا رجل بـ 22 يا رجل بعنيها بـ 20 طبعا ما من وراها بس ان شاء الله منها من وراها مكسب المعلومية في بعض السيارات مثل السكرت عليها لما تحط سعر تنباع يجيك زبون كذا مجنون ويشتري يلا 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 بيبيع يعني خلاص احنا ما قصرنا معاك اعطيناك كل الاسعار الحلوة والاسعار الجميلة وانا ما راح افك من الاودي هذي باشتريها بعليها شوف المعلومية الان انا ما اقدر لا وبي ايت يا سلام يا سلام سيارة مميزة اه لا لا انت شبلاك نازل في الارض ما ادري عنها والله نازل لا ندورنا سيارة حلوة لا بـ والله يشوفوا في سيارات ما تصل شغل 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 حبيبي سيارة ما في احلى منها شوي 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 لا تطير الناس اللي وراك بالشكمان حقك اه فيه سيارة حلوة هنا وجميلة يا السلام شوف شوف اللون الداغل لكن ياخي شكلها ذا منزل السيارة معدل فيها تعديلات ما يبه حلوة لا لا ياخي انا ما بستايلي انا انا بستايلي كذا احاب القاع يا ولد شفيك انت منت بصاحي انت ادري م يقول ااااا يقول ترى اولدي ما ادري شو يقول اخوي كان كذا دهج وسوى بالسيارة طيب انا ما راح اشتري الفين وثلاثة عشرين بيبيع باربعة واربعين والجير اوتوماتيك اتوقع في ناس بيشترونها على طول اربعين تبيع الفين وثلاثة وعشرين لأول مرة راح نعرض عندنا سيارة الفين ثلاثة وعشرين لكنها يوووو شوف 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 والله هذا مهتم بالسيارة حيل 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 يا رجل اش الدرام هذا والله سيارة سيارة ولا كل سيارة يبقى لها حد يشيلها يلا 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 معلش معلش سيارتنا راح نجيكي الاودي شوفوا السيارة اللي شريناها من اول وين واقفة صاحبنا والله يشتغل نشيط وينظف يعني ما يقصر هذي ما يحتاج لها شي حتى تنظيف ما يحتاج ايه ما يحتاج لها يا رجل هذي السيارة حب القاع حب القاع والله اني خجلان من الزباين ايه بشي بيقولون عني هذي السيارة حتاج لها شي لا ما يحتاج لها كل السيارات اللي شريناهم والله حلوين ما يبغالهم شيء هذي فقط يبغالها بروش يبغالها اوكي وقف وقف هذه راح نوريكم ايش يبغالها طبعا يمكن راح يجينا النهار او الليل طبعا وصخانة السيارة احدها راح ننظفها شوفوا فقط الجنوط الجنوط او سمح اطارات السقف شوفوا انا كنت اعيبها وقول لها سيارتك بيها وخليتها تبيع لان كرهتها في السيارة وخليتها تبيع ما راح اصور اليوم مستعجل على البيع ابغى كاش فيهم فخامة باقي عندنا سيارة الان موجودة عند جونا الزباين على طول شوف وجه الزبون احترم شباب شباب يحبوه شوفوا ريقولكم الشباب يجوني دورون السيارات هذي شوف ترى ما راح افاصل معاك كثير ماني فاضي انا رجال اشتغل وعندي واحد واربعين اشي مجنون انت مرة طلع مرة نزل مرة كذا خلي ينفق عراسه يلا يلا مع السلامة مع السلامة ما بي ابيه ما بي ابيه هذا جاي يالله اجبتك السيارة شوف شوف كيف حب الارض مديل الفنين وعشرين ترى ما ماشي كثير والقير عادي يعني اش يقول ذا كم انا شاري انت مجنون انا شاري بخمسة ثلاثين وجاي تقول لي بثلاثة ثلاثين ما هي بلك السيارة والله يا ماما ما هي لك السيارة ما تصلح لا تبي السيارة ذيك بنت اصول ما شاء الله عليها بستة ثلاثين ما راح ارد عليها ايش باربعة واربعين انا شارية وتقول لي بستة ثلاثين ليش وواواواواواواوا وقف فقف 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 لا سمعت فقعت راسنا بالسيارة هادي خلاص روح ننام وقدر صباحا نشوفكم على خير نشوف اش المستجدات في اللعبة هادي يلا يا رجل يلا اوبوبوبوب على الازعاج معلش هذا الطريق اللي يودي الى الورشة من اول ما كنت اعرف الان خلاص الطريق عرفته وصار عليه سهل يعني لو وبعدين شرعت لي سيارة مكسرة اقدر استخدمها في التنقلات بدل ما ادفع العشرة او الماركت مفتوح حول 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 ماركت مفتوح والله هذي السيارات المبروكة يشترونها هل سيارة 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 شرايكم اي سعر بيعطيني باشتري الفين واحد وعشرين لا ما راح بخمسة وستين يا رجل ما راح انا من الفرحة بقى ادفع لك خمسة وسبعين معلش معلش بقى بقول لك اه اه ثلاثة وستين كده كده بقى بتلقب عليه لين يبيع ها ببيع بيع باقي عندي اثنين واربعين الف اه هذي والله لا السيارة هادي السيارة الجميلة اتمنى انها نظيفة والله لا لا كل سيارة مفحط مكسرة من فوق ايش السبب يا ماما ايش السبب ما ادري شو كم سعرها الفين وخمستاش ثلاث وعشرين تبيع بواحد وعشرين ان شاء الله انك بيع ان شاء الله وجهك وجه خير وان شاء الله بتبيع ليه ايانه انا ما هنتك والله انا ما هنتك يا اخي سيارة اسعار بيع شراء ما فيها شي كذا مكشر زعلان يا اخ انت بعد ما فحط فيه باعني اليوم شرينا من الماركت سيارتين تخيلوا اتوقع احنا اوكي ارسلنا هذي رح لاخذ هذي سيارة المجنونة يولد يا خطير شوف شوف نستني السيارة اللي عندي وين طريقنا وين وين سمحت السيارة يبغى لها اصلاحات راح اشوف هل يبغى لها اصلاحات سيارتنا كثير يا ناس سياراتنا كثير راح اوديها هنا اشوف اذا يبغى لها اصلاحات بصلاح السيارة تستاهل اصلاحات. حول نشوف هل تحتاج اصلاح والله تحتاج اتوقع كذا روح اشوف الاسطل الحلول الجميل يلا تحتاج اصلاحات بيقول لي الحين عشرين فقط والله لاصلحك اي شيء اي شيء راح اصلح اي شيء لو حتها ماهو خربان صلح سيارة تستحق وعندنا سيارة في الباركنج ارسلناها اللي شريناها من السوق وباقي عندنا سيارة موجودوا يا الزباين اش رايكم يا جماعة بصير انا ببطران شوف يبغاها بواحد وخمسين انا شاريها بارباح وربعين اش رايكم ابيع والله يشوف هو افضل سعر الى الان خلنا شوف هذه اوه هنا اثنين كم تشترون ثمانين سيارة بثمانين عارضينها اوه بخمس وثلاثين يلا يلا روحوا 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 اشتر اشتر هذا واقف والله مرة كل شيء نحن هذا هذا شوفوا هذا الشراء هذا اللي يحب السيارات دي من لبسه من لبسه ووقفته خمسين حرام عليك يا رجل الخمسين ما هي بحلوة ترى ما هي بحلوة بعقنا يعني السيارة تستاهل اكثر ستين تبي تشتري بستين هياك يلا بحلوة مع السلامة يلا يلا ما راح ابيع تسعة وخمسين يلا ما راح ابيع غير السعر ده عناد راح اعنت انت تعند وانا عنت يلا روح مع السلامة جاتنا واحدة بتشتريه لكن اوه السيارة هذه تحتاج اصلاح يلا تحتاج اصلاح خلو نشوف الزبونة وبعدين اه نقول اه سيارة حلوة ترى الفين ثلاثة عشرين انت ما شاء الله عليك اه تقدرين تشتري بخمسة واربعين يعني ما ما ادري انت كذا اهلك فهموك انك يعني تنزلين الاسعار تكسرين السعار ولو ايش السالفة لابد اخذوا عاطة اي شخصة ماذا يا جماعة لابد يعني السيارات هذي هذي سيارة انا اخسر عليها وعندي عامل وعندي اجار مكتب واتير ودنيا تبينه يلا يلا مع السلامة مع السلامة ما ما ابغى بيها خلوني اودي السيارة هذي كذلك لالورشة طبعا السيارة هذي وسخانة مرة حدا وهوووووووووووووووووووووووووووووووو وعندي آله سيارة هناك مخلصة شوي شوي يا رجل شوي شوي تراك زبحتنا انتو سيارتك هذي. ما انا اقول لكم السيارات اللي مثل هذي انا ما ما احبه. طبعا هذي المفحط لعف فيها مدمرها تدمير. نروح للاخ هذا ونقول له صلح باربعمية وستين الاصلاحات. طبعا الاصلاحات هذي كلها راح تعود عليك بالسيارة. يكون يكون لها مكاسب. هذي صلحناها بعشرين. والله كانت لقطة بصراحة يا والد يا خاطير. انتبه مسل خالك. اوهوه وقف واقف. عندنا زبون طبعا اه راح نروح لزبون اول شي راح نعرض السيارة هذو يجونا ثلاث زباين. اوكي ط talvez ننزل وحشوف الزباين طبعا الزباين ما همهم. يعني انتوق جاي. اعطنا سعر كويس. لو سمعت. خمسين يعرض لك يعني تتعرض لهم خمسة وخمسين يلا 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 راح اعطيك السعر هذا الحلو يلا يلا خلصنا خمسين وثمانمية يبغاها ثلاثة وخمسين اشتر شرى شرى الاخ والله ما تراجع باقي عندنا سيارة في الورشة وباقي عندنا سيارة الان خلونا نحرض هذه وباقي عندنا سيارة عند الاكشن ماركت عند المزادات هذي كم ثلاثة وستين مية وخمسين الف نعم كذا يعني مزاجي انا ما ابغى ابيع الا بها السعر ضيعت المكان اللي هو كار ماركت عندي سيارة واقفة كانت هنا ايوه هذه سيارتي هل نشتري سيارة زيادة ولا ولا نروح نرجع الى مكاننا ونشوف يا السلام يا السلام والله ان شاء الله انك بيع ترى انا شراي وما عندي يعني الفين وخمسمية سوري مااني من ربعك مني اشتري بي ام حلوة والله والله حلوة وسبورت الباب معلش معلش راح نصلح الفين وثمانية لا بس لا تعطيني سعر عالي بخمسين خلنشوف السيارة هذي والله ان شاء الله تسعة وستين لا يا اخي انت سيارة موديلة تسعة وستين هذي ما شريناها والله حلوة صراحة تصلح اعرضها في المعرب حقي عشر الاف والله تستاهل ان اعرضه يقول لي يقول لي يقول لي والله انا ابيع والله انا بيع يقول تراني بيع يلا باعطيك عشر الان بلد تلعب علينا بيبيع يقول لي لا والله باعلي يلا راح نرسلها والله يبغى لها اصلاحات راح نرسلها للقراج ونروح لمحلنا طيب هذي بكم 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 والله السيارات ترى هذي كويسة يعني فيها دخل بس انه ما انا عارف يا اخي انت بركب لك جنوط شاحنة ولا ايش حرام عليكم يا جماعة تلعبون في السيارات لا والفين وثلاث وعشرين ما تم العبث فيها يعني ما تم عليها اضافات ثلاثين ثلاثين بيع بيع وف باع ظاهر السيارة اللي عندي هذي ما راح اطلعها ما راح احركها طبعا لا بد نطور لا بد نطور محلنا ونخلي فيه اثنين باركنج ولكن والله بقيمة عارية يعني حرام اللي يسوونا فينا السيارة هذي ما يبقى لها اي اصراحات اساسا هي الفين اوه 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 صدمت خلونا نشوف الزبونة هذي ولا ندخل السيارة لا اول شي ندخل السيارة سيارات كثيرة الان قاعدين احنا نكسب كثير ونشتغل كثير وفهمنا الشيارة فهمنا فاضحك عليهم شوي وانت راح تبيع بسعر اعلى اوكي خلا يوقف هنا وعندنا سيارة في الورشة الان متابعين الكرام نشوف في سيارة في الورشة ما جبناها خلونا نشوف الزبون هذا وهذه من الناس اللي يشترون السيارات الحلوة هذه السيارة سبورت تبقى تشتري بواحد وتسعين واحنا شارين بثلاثة وستين يعني ارباح خيالية بيع اوكي متابعين الكرام جينا على نهاية حلقتنا لهذه اليوم اتمنى ان شاء الله راح تعجبكم حلقتنا واتمنى ان شاء الله ما تنسونا من لايك والاشتراك الغير مشتركين ولا تنسونا ان التعليق راح يدعم الفيديو هذا اللي انتو تشاهدونه الان اتركوا في رعاية الله وان شاء الله راح نشوفكم في حلقة قادمة من لعبة محاكي اشريطي السيارات ومع السلامة